طيب ممكن نروح شوية لمنتخب مصر لأن لازم يعني ما نعديش لشان الوقت بيجري طبع دلبيتي منتخب مصر لسه ما زال الموضوع فيه غامض وسمعنا عن مدرب بورتغالي وسمعنا هذا المدرب البرتغالي كيروش قال له اوعى تروح تدرب منتخب مصر يعني خلينا تكلم بصراحة وكان معنا النهاردة مدخلة بالميلان مع ناقد صحفي وأكد لنا كان أحمد صبري وأكد لنا هذا الكلام فدي نقطة فكرة ان كيروش يعني بهذا الشكل عنده غضب من تجربته أو يعني مش عايز حد قريب لي تجرب التجربة مع منتخب مصر حاجة تانية والاسوي الأقرب حاليا لتدريب منتخب مصر هو هذا المدير الفني السويسري فبتشوف ايه الدنيا لأن الموضوع غريب أنا بشوف الدنيا متلخبطة جدا جدا طبعا الطلع وتعمل من اتحاد الكورة برغم اننا في الاتحاد زي ما انتم عارفين ان انا متكلم دائما براحت لان ما ينفعش لازم ما فيه مصداقية في الكلام ايه صح كله مسكنات لان انت لما فجأة مفيش فلوس وبعدين فجأة هجيب اربعة مرة واحدة اللي هي عمرها ما حصلت في تاريخ مصر يعني في تاريخ مصر عمرنا ما جيبنا اربعة هجيب مدير فني منتخب مدير فني اتحاد مدير فني منتخب اولمبي راجل اللي يمسك التحكيم اجنبي طب الفلوس دي يا جماعة هتيجي ازاي وبعدين يمكن فيه عرض السؤال يا كريم اللي اهم انت دلوقتي هل هتجيب الناس دي كلها من مدرسة واحدة وده المنطق بيول كده ما بقاش واحد شغال في ناحية مدرسة المانية عامل قصة معينة كل مية واحدة برضو طبعا واحد برتغالي واحد مش عارف يعني لازم يبقى كله فك لان انت المفروض ان انت بتعمل انت مش جاي تبص الشهرين ثلاثة اللي جايين البطولة اللي جاي انت المفروض جاي تعمل مشروع للكرة المصرية خلال فترة اللي جاية لغاية كس العالم اللي جاي اللي هو كمان اربع سنين فالناس دي هتبقى مرتبطة ببعضها يعني المنتخب الاولمبي ده مرتبط ارتباط وثيق بالمنتخب الكبير طيب مدير فن الاتحاد مدير فن الاتحاد ده مسؤول عن تنظيم وسبقات الاتحاد كلها على مستوى الناشئين والبرائم وهو ده العلاج الامثل للكرة المصرية انك تبدأ من القعدة من تحت طيب الراجل ده اولا انا في رأيه ما ينفعش اجنبي ده مبدئيا يعني لان طبيعة مصر والرياضة المصرية والكرة المصرية وظروفنا غير قصة في المانيا وفي انجلترا وكلام ده كله يعني احنا مثلا عندنا مشكلة ملاعب اللي هي الاساسية مفيش في المانيا مشكلة ملاعب بالنسبة للعيبة ولا في انجلترا ولا في كذا ولا في كذا طيب احنا في مشكل كمان لو عادت احكيها لك مش يعني هتاخد حلقتين ثلاثة الراجل الاجنبي ده مش هيستوعبها فبالتالي هحل ازاي طيب الله مش قادر يستوعبها او مش عايشها طبعا لانها مرتبطة او معلوش قالية لحل المشاكل مرتبطة كريم بحاجة لازم حل اقتصادي وامكانات مادية وحاجات فما ينفعش وده طبعا لو انت عايز تتكلم على اربع سنين طيب هل الراجل اللي جاي ده انت عايز منه ايه عايز منه البطولة الامم الافريقية اللي جاية ولا عايزه اعملك فريق لان طبعا متوسط الاعمار في منتخب مصر ابتدى يبقى كبير فانت عايز تعمل يعني تنزل بالسن شوية عشان تيجي بعد اربع سنين تبقى عندك منتخب قوي ولازم تبقى اهل الناس للكلام ده هل هيطلعوا يقولوا الكلام ده يا جماعة محدش يقول لنا بقى البطولة اللي جاي واحنا منتكلم على كاس عالم اللي جاي فكل الناس اللي جايبها دي كلها طب يعني طب وبعدين وغد وبعدين لغد النهاردة انت مجيبتش حد يعني المؤتمر اللي تعمل بقى الوقت ديه لغد دلوقتي مش حاجة خالص طيب ده انت عندك بطولة جاي او تصفيات خلاص قربت في شهر تسعة طب هتعمل ايه فالقصة دي بيني وبينك يعني انا شايفة انها يجب ان تحل بصراحة لان كده كتير اوي كنت تنقشيش الموضوع بالبي يسوء كل ما المدة بتزيد الموضوع بيسوء اكثر زي زي موضوع النادي الاهي يعني في عجلة كده سريعة يعني طيب الضجة اللي حصلت دي كلها والتصريح اللي جاي من الشباب والرياضة ان فيه ادانة لناس معينة في الاتحاد وفيه موضوع الخطار وفيه كذا 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 طيب سمعنا عن اي حاجة حصلت طيب ايه يعني ما فيش حاجة حصلت بس انا كنادي اهلي عملنا الاجراءات المطلوبة مننا مفروض بقى على السعيد التاني يتم الاجابة زي حاني قطول او الاستجابة لو كل مشكلة حصلت وكل واحد عمل زي النادي الاهلي لو ما حصلش حاجة طب ايه المطلوب ماو انا عامل ايه اكتر من انا بقدم او بطالب بحقي المسؤولين لازم ياخدوا قرار ما يعتمدوش ان الموضوع ايه اصلا اصلا المخطئ لو حس ان هو ما تعقبش حاجة كبيرة زي دي متعلقة بمصلحة بلد بقى مش مصلحة فرقة طبعا هيجي المرة جاء وقاللك ايه يا عمد اني هتنام انتي بتكلمي في ايه وعملالي زيطة وكذا ما خلاص الموضوع هعمل بقى براحتي ايه وعمل براحتي ايه وعمل براحتي